بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم وقفات مع آيات الصيام الدرس الخامس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذه اللقاءات التي تجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان أعضو هيئة كبار العلماء وأعضو اللجنة الدائمة للإفتاف حي الله فضيلته وأهلا به حياكم الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الكرام في الحلقات الماضية أتممنا ما له علاقة بصيام الفرض وصيام رمضان من الآيات التي تكلمت عنه وهنا وقد وصلنا لختامها يتبقى ثلة من الآيات ورد فيها الصيام والصائمين إما كفارة أو نذرة فضيلة الشيخ في قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسك الآية لو تحدثتم شيخ جمالا عن هذه الآية العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة وذلك بأداء مناسكهما على الوجه المشروع وقوله لله هذا فيه طلب الإخلاص في الحج والعمرة كسائر الأعمال فإن الأعمال إذا لم يتوفر فيها هذان الشرطان لا تقبل عند الله الشرط الأول الإتمام على الوجه المشروع والمطابق للسنة والوجه الثاني الإخلاص لله عز وجل والوجه الأول يعني أن لا يكون في العبادة بدعة ولا إحداث دين لم يشرعه الله والوجه الثاني يدل على نفي الشرك الأكبر والأصغر من العبادة حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى وفي قوله تعالى فإن حصرتم الإحصار معناه المنع فإذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة ومنع من دخول من دخول الحرم ومنع من أداء المناسك منعا لا خلاص له منه فإنه عند ذلك يحلق رأسه ثم يذبح الفدية ويتحلل من إحرامه فإن لم يجد الفدية فإنه يصوم عشرة أيام بدلها وقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا ما يسمى بفدية الأذى إذا احتاج الإنسان إلى حلق شعره لأن المحرم ممنوع من إزالة الشعر من رأسه ومن جميع بدنه ولكن لو احتاج بقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة لكن لو احتاج إلى الحلق لمرض أصابه أو قمل حصل فيه ولا يزول الله بالحلق فإنه يحلق رأسه ويفدي بالتخير بين ذبحشات يوزعها على الفقراء أو أو صيام ثلاثة أيام أو يطعام ستة مساكين لما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ احلق رأسك واذبح شاتاً أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام فكان هذا الحديث تفسيراً لهذه الآية أو كان به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هنا يبدو أنها على التخيير نعم على التخيير لا فرق ما أراد منها يأخذ أو ما تيسر له نعم الحمد لله قوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا في هدي التمتع والقران المسلم إذا أحرم متمتعاً بالعمرة إلى الحج أو قارناً بين العمرة والحج فإنه يجب عليه الهدي وهو ما يسمى بهدي التمتع وهذا الهدي ما استيسر من بهيمة الأنعام العبل والبقر والغنم فإن ذبح شاتاً فإنها تجزئ عنه وأما البدنة والبقرة فيشترك السبعة فيها فالهدي الذي يجب في التمتع والقران هو شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة فمن لم يجد الهدي بأن لم يكن معه قيمته أو كانت معه قيمته وضاعت أو كانت معه دراهم لكنها لا تتسع للنفقة وللفدية فإنه يصوم بدل الهدي عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل أن يكون آخرها قبل يوم عرفة فمن حين يحرم بالعمرة فإنه يشرع في الصيام ثلاثة الأيام والسبعة إذا رجع إلى أهله السبعة إذا رجع إلى أهله يعني إذا أنهى أعمال الحج لتتكامل له العشرة وإن لم يصوم وإن لم يصوم قبل يوم عرفة وأتى عليه يوم العيد وهو لم يصوم فإنه يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهي ثلاثة أيام في الحج أيضا وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذه الفدية الشيخ طبعا على الترتيب وليستعى التخيير كما هو واضح نعم نعم على الترتيب نعم أنه لا يعدل من الأول الفدية إذا قدر عليها نعم فإن لم يقدر على الفدية فإنه يعدل إلى الصيام نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يحسن هنا أن نتحدث وقد توتحت الآية واتم الحجة والعمرة بالحديث عن صفة العمرة لا سيما أنه في هذا الشهر الفضيل يفضل أداء هذه السنة العظيمة كما ورد في الحديث أمرة في رمضان تعديل حجة معي لو تحدثتم يا شيخ عن صفة العمرة وفضلها العمرة العمرة مشروعة في كل وقت من السنة ليس لها وقت محدد من السنة خلاف الحج الحج يقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات وأما العمرة فعلى مدار السنة ولكن العمرة في رمضان لها فضيلة قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه أو قال حجة معي فالعمرة في رمضان لها فضل ينبغي للمسلم إذا تمكن أن يعتمر في رمضان إلا إذا كان في العمرة حرج مثل هذه الأيام يكثر الزحام والمشقة فكونه يؤجل العمرة إلى وقت الساعة أفضل ليتمكن من أدائها على الوجه المشروع أما أنه يؤديها مع الزحمة قد لا يتمكن من أدائها على الوجه المشروع من كل وجه فالأفضل أن يؤخرها نعم أحسن الله إليكم الشيخ بالنسبة لصفية العمرة باختصار العمرة هي أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه وإن كان نوى العمرة هو في مكة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من الحل كالتنعيم والجعرانة وعرفه يعني كل مكان خارج الحل فلا يحرم بالعمرة من مكة وإنما يحرم بها من الحل ثم يأتي إلى البيت ويطوف سبعة أشواط بنية طواف العمرة ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط سعي العمرة ثم يحلق رأسه أو يقصر منه وبذلك تمت عمرته إذن مناسك العمرة هي الإحرام والطواف والسعي نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم أيها الأخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة نسأل الله نسأل الله تبارك وتعالى يجزل المثوبة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان أضو هيئة كبار العلماء وأضو اللجنة الدائمة للإفتاع على ما بيّن ووضح وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام هذه تحية من زميلنا عبد الله العريف الذي سجلها لكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته